السلام عليكم أل سينجح نادي الهلال السعودي في إقناع ميسي بالانضمام إليهم في الموسم القادم بينما هو في السعودية الآن؟ حيث أن هذا الأمر تسبب في صراع ميسي مع النادي الباريسي نظر لذهابه إلى هناك من دون إذن وقدم النادي الهلال عرضا ماليا لميسي بقيمة 500 مليون دولار خلال الموسم الواحد وطلب ميسي شهرا كاملا لكي يفكر في الأمر مع إمكانية عرض عروض من أندية أخرى عليه نظرا لانتهاء موسم ميسي مع سانجرمان وعدم رغبة اللعب في تجديد عقده مما أدى هذا إلى احتجاج الجمهور عليه وإصدار السافرات استهجان وشتمه في المباراة الأخيرة التي لعبها ليونال وهذا كله يؤكد أن اللاعب لن يواصل اللاعب مع النادي الباريسي وأن العروض الأخرى التي ينتظرها هي الأقرب في مستقبل اللاعب الأرجنطيني كما أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في التغريدات التي نشرها مؤخرا في حسابه على اتفاق إدارة النادي على عدم تجديد عقد اللاعب وهناك مصادر أخرى تقول أن ميسي ذهب إلى برشلون الموسم المقبل وذلك من خلال الصورة التي نشرها وتظهر قدم ميسي بوشم جديد يحمل شعار النادي الكتالوني حسب رأيك أين ستكون وجهة ميسي القادمة اكتب لنا رأيك في التعليقات وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا كنت لست مشترك والسلام عليكم